بين أزمات اقتصادية وخدمية ومجتمعية وأمنية معاناة تتجدد بالنسبة للعراقيين منذ 15 عاما يقابل ذلك أحزاب حاكمة تسيطر على مؤسسات الدولة وتحضر للانتخابات البرلمانية المقبلة كما جرت العادة منذ أول انتخابات بعد مجيء الاحتلال الأمريكي فالفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات المقبلة هو غاية جميع الأحزاب الكبيرة إذ تمكنها من انتزاع أكبر عدد من المناصب في الوزارات ما يميز الفترة الدعائية الجارية هو التسقيط السياسي المتواتر والرفض الشعبي الواضح لأغلب المترشحين متجسدا بتظاهرات واحتجاجات مستمرة على فساد إداري ومالي بلغ ذروته إن لم يتعداها في العراق الجديد موازنات مالية انفجارية كما يصفها العراقيون وفقر متقع يضرب أكثر من ثلاثين بالمئة من سكان العراق بحسب تقارير حكومية رسمية وفي العراق الجديد بطالة شهدت مستويات لم يسبق لها مثيل وصلت إلى أكثر من خمسين بالمئة في بعض المدن وهدر مالي قدر بتريليون دولار منذ عام 2003 العراق المنتصر على الإرهاب كما يقول حكامه احتل في السنوات الأخيرة المركز الأول بين الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب مؤشر مدركات الفساد الصادري من منظمة الشفافية الدولية إفرازات العملية السياسية منذ احتلال العراق جعلت العاصمة بغداد خارج المنافسة في تصديف أفضل مدينة للعيش الذي تصدره مجلة الإيكونوميست البريطانية حتى أنها لم ترتقي لسلم المدن التي تعتبر أسوأ المدن للعيش فالمسح المستخدم في الدراسة صمم ليشمل المدن التي يمكن زيارتها والعيش فيها المحافظات الغربية والشمالية بات حالها كما توضحه الصور هذه أما نظيراتها في الجنوب فأصبحت المياه في أغلب مدنها أثرا بعد عين ناهيك عن انعدام شبه تام للخدمات الأساسية القطاع الصحي متدهور للغاية بحسب تقارير الرقابة المالية والتعليم خارج معايير جودة التعليم العالمي وقطاع الصناعة والزراعة لم يعد لهما ذكر في العراق والقائمة تطول السياسيون أنفسهم يؤكدون بما لا يقبل الشك أن سبب التدهور الذي يشهده العراق يعود إلى الفساد الحكومي المستشري في المؤسسات فساد بطله الأحزاب التي تسيطر على هذه المؤسسات نتيجة فوزها في كل انتخابات ترجمة نانسي قنقر